جديد أطلقت ميليشيات الحوثية سهام ظلامها لإطفاء مشاعر النورة حيث أقدمت على منع منظمة اليونسيف من صرف الحوافز والضمان الاجتماعي التي تصرفها كل شهر للمعلمين والتربويين في مناطق الصيدرة الحوثية والتي لا تتعدى سقف الخمسين دولار مصادر تربوية كشفت أن القيادي الحوثي أحمد حامد والذي يعمل مديرا لمكتب المشاط منع اليونسيف من صرف المساعدات المالية التي خصصتها كحوافز المعلمين ومرتبات المعلمات الريف في مناطق سيدرة الميليشيات عقب مطالبته لها بدفع مبالغ مالية كبيرة له مقابل السماح لها باستمرار الصرف والتوزيع لتلك المبالغ الأمر الذي دفع المنظمة الأممية للأتدار عن دفع المبالغ المطلوبة له ليصدر قرارا تعسفيا بمنع اليونسيف من توزيع مبالغ مالية وإيقاف المشاريع التي تنفذها في ترميم وتأهيل بعض المدارس المصادر التربوية حملت ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية في حال توقف المعلمين عن ممارسة مهمهم التربوية بسبب عدم حصولهم على تلك الحوافز المالية التي وإن كانت بسيطة جدا إلا أنها تساعدهم للبقاء على قيد الحياة وتجبر الميليشيات المعلمين والتربويين للحضور إلى المدارس وممارسة أعمالهم رغم أن الأغلبية منهم لم يعد لديهم حتى أجور المواصلات إلى مدارسهم ومقار أعمالهم فضلا عن امتناعها عن صرف مرتباتهم وغيرهم من الموظفين منذ أكثر من أربع سنوات ودفعت الظروف الصعبة التي يمر بها المعلمون والتربويون إلى البحث عن مصادر دخل لا تتناسب أعمالهم التنويرية وبحسب المصادر التربوية فإن الميليشيات تمارس بحق المعلمين والتربويين شتى أصناف الانتهاكات منها إقصاء مدراء وكلام دارس وإدارات واستبدالهم بعناصر من سلالتها وموالية لها وفرض الحضور بالقوة عليهم لما تسمي بالدولة الثقافية الطائفية وتنفذ ميليشي الحوث عملية ابتزاز وسرقة للمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيدرتها مقابل السمح لها بالقيام بدورها دون أحساسها بالأوجاع والآلام التي يتجرعها المعلمون والتربويون والمواطنون في مناطق سيدرتها جراء الأوضاع المعيشية الصعبة